أطمينكم على كريم فؤاد كريم فؤاد عمل النهاردة هو سلمبارح النمسا النهاردة عمل الحمد لله بنجاح عملية الروباط الصليبي وطبعا يعني معاه طبعا أخصاء العلاج الطبيعي في النمسا بيتابع حالته طبعا دكتور محمد وفاقي عشان طبعا يستعد بعد كده لمرحلة التأهيل في نفس الوقت أكرم توفيق طبعا تمت جراحة الروباط الصليبي بنجاح وخليني بس أكد على معلومة أنه الروباط الصليبي اللي أصيب بيه أكرم مش في نفس الرجل اللي أصيب بيها بروباط الصليبي مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا هي الرجل التاني هو حظه كده قدر الله ومشاء فعلا لكنه سافر لقطر توجه لقطر عشان يعمل عملية التأهيل وهناك معاه طبعا مصطفى شوبير اللي بيعمل عملية برضو التأهيل بعد جراحة نكحة يعني تم التعامل فيها مع قطع جروف الرجبة اللي أصيب بيه مصطفى شوبير وكان عمل العملية برضو في النمسا وتوجه لقطر وبالتالي أكرم إن شاء الله يكون موجود في الفترة اللي جاي عشان يبدأ عملية أو برنامج التأهيل